أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أنت والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ومن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا قتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والنسى بالنسى فمن عفي له من أخي شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص هياة يا أولي للباب لعلكم تدقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترقى خيرا الوصية للوالدين الوصية للوالدين ولقابين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسين جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور وحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوأ خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتقملوا العدة ولتقبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون وإذا سعلك إبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يوشدون أحل لكم ليلة الصيام وفض إلى نسائكم هن لباث لكم وأنتم لباث لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفاجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وعنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتكون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البيع بأن تأتي البيوت من زهورها ولكن البيع من اتقي واتوا البيوت من بوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المهتدين واقتلوهم حيث ثكفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور وحيم وقاتلوهم حتى لا تقول فتنة ويقول الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحومات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتكين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيدي قموا إلى التهلقة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم موسيقى موسيقى موسيقى